اشتركوا في القناة الثقة الغالية التي أولاها إياه إخوانه وأصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات داعيا المولى عز وجل أن يحفظ سموه ويديم عليه مغفور الصحة والعافية ويمده بعونه وتوفيقه لمؤصلة مسيرة الخير والتقدم المبارك التي تشهدها دولة الإمارات العربية المتحدة بما يعود بمزيد من التنمية وتطور على شعبها الشقيق وخدمة قضايا أمته والاستمرار بمسيرة العمل الخليجي والعربي المشترك وأكد صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على ما يجمع مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة من علاقات تاريخية متميزة تستند إلى روابط أخوية راسخة بين البلدين وقيادتيهما وشعبيهما الشقيقين منوها بحرص مملكة البحرين على مواصلة الدفع بالعلاقات الثنائية نحو أوجه أكثر متانة على مختلف الأصعدة بما يعود بالخير والنماء على الجميع ترجمة نانسي قنقر